هايفين بقى بيخلي الغامور ازاي? احنا اللي فصصنا الهمور. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد معاكم امي من كناة امي وهنونة. النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريق التقطيع وخلي اكبر سمكة هامور موجودة النهاردة في سوق الانصاري بوزن ستة وتلاتين كيلو عند المعلم ابراهيم في سوق الانصاري. السلام عليكم. وعلاكم السلام عليكم. ازايك معلم ابراهيم. الحمد لله تمام. لحيانك على اكل لحظة. لحاجة كده كده ما تفوتش. هتعمل ايه بقى في السمكة دي? جادي تعمل في لها. فهتكلمش بخالص. نعرف ازاي يا ابراهيم ما السمك هطازة ولا لا? بصي مصلي بالعضاء. علي السمك والسلام. هزايا كده السمك ببقى طازة ولا لا? دي حاجة بقى ايه بتكشفة ع السمكة يعني بتاع السمك هو اللي بيعافن. مش هيبقى زبون وعاي زبون هيفواش مسلا ينسك السمك يعافن. بس انت اكيد خبرة طبعا. دي حاجة اكيدة يا? اه. السمكة دي بقى ايه العلامات اللي بان نهو طازة? يعني قل لنا كده. هو السمك ده بصي. هو طازة بتاع النهاردة كل حاجة بدليل ان ما فيش واحدة في السوق كله. هلو الكلام? اه. اه حاجة. ماذا لنا مفيش ايه? واحدة في السوق كله. نفس الوقت. اله همور قليل. وفاحة الوقت. انت بيجي تهاريب بس. انا اصح بيجي ساعا. لما بيجي مسل ساعا بس لبس بس. ما كده يدي بالنسبة لقاحة. نعلو واحدة بقى كده اه. لكن ما شاء الله ما المسهرين علينا انها طازة يعني والعين بتاعتها اهي? اسمها مش مهري يعني وبرضو هيبقى اللحم بتاعها. التاني بقى لو لو سما كان مسلا تعبانة ولا حاجة. اللقاء اللحم بتاعها هيبقى ولا على طول. شم هيه للنحشوش بتاعها ده. ما هيطاقش. اللي هي لو مش تقدر. لو هي مش تقدر. انما دي فيها رحة البحر. دي فيها رحة البحر. حتى ما بتغسليش ايدي كونت مسك نفساش. مش هتزفقه لك ديك. واتفقنا قبل كده ان السمك نسليه بتتمدر النص بنص. اه. يعني لو عشرين كيلو تبقى عشرة كيلو صار. انا ما بتغضاش النص بنص. ما شاء الله. وكل لما تكون السمك قطازة كل لما تبقى متعبة اكتر مش كده? متعبة من ناحية الخليب بتاع. شكرا لما تبقى اتعبانة. وتيجي ما تسلطش واحد بتعبان وديك. هو عزة اللحة. كنلاها لسه فالعم شماية دلوقتي تتخلص. هم. الحيس ان اواف هيبقانش فيها غلط. هتزفقه هو ابتندفقه. لما نما تكون صحية. هو مينا طفها اواف. مش هيعلجها. هنرفع بقى كده يا ريس إبراهيم دي فتة دي ايه ايه دي الدماغ ايه دي الفضوت بتاعت الدماغ قلت اعم اللحم مثلا في الدماغ بيتطلب عن التعمة اللي في البطنة عن القرب الديل كده ولا اقوله نفس التعمة انا اقوله ببقى نفس التعمة بس بيتطلب في الاكل نفس يعني مثلا دي بحيث نعم 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 شوية اه بخش في الشربة وكلام دا ممكن ندخل مع الدين بحيث نبقى مع الدماغ كاملة عندما هنا مثلا ما ندخلش ايه جزر زي دي في الشربة فقط دي علي مثلا دي نبقى الجسم اه دي نفسه بماسك نفسه يعني ببقى ماسك نفسه وهو بقى مثلا الديجون او العميل بحيث يأكل مثلا مقصر بقى مقلي طاجلي بكلام دا ببقى ماسك نفسه انما دي مفضل في الشربة يعني اه الشربة بكلام دا اه اكبر سمك ندفتها اه افلال رحلتك طويلة يعني مع التنديم كده قبل كده رضيت عالسؤال دا وادهد عليها باهانة قوي يعني لما قلتلي كانت كده يكون بنبقى السمك محدش الخال احجامه مم خلو الكلام مم وطعبا تساكا طاقة نصفين وفت في حد بقى ضهد كده وعلق ان انا كداب خالية ممكن بلدف بقى السمكية ممكن تعدي التهيل من الكلام دا ما شاء الله انا ازل لك الكلام دا احببتك لو انت مت عايز تشوفي انا بسلولك على الوقت عندي خبعتو مفيش حد بتلاقي عليه اجماعي يعني مفيش اي حد مهما كان مدكم في شغلته مش هتلاقي كل الناس اجماع عليه يعني او موافعة على طريقته مثلا او على كلامك فده شيء طبيعي يعني اه وناس كتير طبعا بتشكر في شغلك بتقول ان انت محترف وده باين جدا جدا من كل فيديوهاتنا اللي احنا بنصورها معاك يعني ماشاء الله هل تمشت بطر؟ لا هل تمشت بطر؟ هل تمشت بطر؟ يا عمو سامع يا عمو عالبنج شغل هل تمشت بطر؟ هل تمشت بطر؟ مرحبا هم اقول لي بقى يا معلم وبراهيلي كل ويتي انت مشاء الله بتنظف احجام كبيرة زي ما احنا شايفون كده هل اللي بينظف اسمك باحجام كبيرة يبقى ان انت تنظف اى حاجة تانية او بمعنة يا اصح تدبح تبيحة قدامت فى زي خروط مثلا مراجب كده يعني ابتعالا فاجئ فجئنا. تعالوا نسفين فجئنا بإيه. أنا دمح عندي بالجدن بقى حالتا كده كده كده. ما شاء الله. ربنا يكلمك. والله. إن حاجة اللي أنا بطلع. انت اللي دمحك. ها. عشان أنا ايه. تسبقيني في الافتالي. ربنا يباركنا في ربه. والله صدفة وسؤال يعني جب الصدفة جدا. بتاكب قطع وتعبي كل ده بنفس. اه. بتاخد فيدك قد ايه بقى الخروط بياخد فيدك قد ايه? هم ياخدش فيدي سواني. اي حاجة بطيطة خالب. بتتعامل معها زيادة السمك كده على طول يعني? لا 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 اقلم السمك كده. بفعلا? السمك قصع? السمك قصع بالنسبة. السمك بقى خير. إنه هو بيتقطع بعضنا. ويطلع شقشوكة. هناك تشد قليل نسائل رابطفات وتوم ويطلع شقش. بكون خطة ن غدنا إبعاءorf ويطلع ش微ملة جeres الرابعة Blav heap. مانتطوح رابطخ elétري نشور بأكيد نشور بأكيد نشور بأكيد جميعا نشور بأكيد بسبب شكرا شكرا جميعا شكرا جدا شكرا جميعا لابد موسيقى 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 طب افضل سمكة سنجال تتعمل سنجال نفت خبريته ازباع الروس اللوها بتاع الكنال بتاعنا ده المياس ده المياس سمكة المياس سمكة المياس ما الاخبار بقى في العيد ان شاء الله بتشتغلوا في العيد ولا بتعجزوا احنا؟ اه دعنا باحة صاية مش شغال في العيد يعني انا اخر هنا يوم لقفة جيدة اه بساعة متضايبين باقى في العيد ملاحظة ايها افضل 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 هاي فين بقى بيخلي الهامور ازاي احنا اللي فصصنا الهامور فيه سمكة عريبة منها اسمها شوية بكون حجامها كبيرة برضو قولي يا معلم ابراهيم بقى الكرق بين سمكة الهامور وثمكة الشوالك ده ما بيشد بيش تأكله الهامور ما بيشمش والشوالك الهامور ما بيشمش والشوالك والشوالك اللي يبتجي من غرداء ومشارك بيجي من غرداء ومشارك بيجي من اي اتوم وقاليه مسم معايا بيعدي بيش وقاليه بيمسك الحيطة اللي فهي شوية اللي هو شوية طيب من بره بقى الواحد يعرفها ازاي لان هي شبيهة جدا بيها في نفس الشكل بتعرف ازاي شايف النقات دي؟ اه ممتواش فيه دي حاجة الهاجة التانية بيبقى الكرش من دالبن وقوشه شوية كرشه كبير يعني واوزانه وامور ممكن تلاقي من اول كيلو حاد عشرين تلاتين في منها صغير اه ما فيه منها هنا بيجي والسعر مسلا لو ديتها سعرها كام ببتانية كام في مصر اخيص وزاوهم مو في ناس موكوتي بيقى لسنوع انا مسلا عامل مية جنيه في الكيلو وهو بالحجم لها حتا ستة وتلاتين كيلو اللي هي التانية لو حتا ستة وتلاتين كيلو ممكن تعمل لها تبعين جنيه خمسين جنيه في كيلو نص بالنص مسلا بالنص ممكن حدي بيقى على اساس ان هو ما همور لا 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 ممكن زبان تتغش فيه كيبا يا ايدي تتحب تغشي الكلام ده ماشا الله عليك ما فيش اي تغشي الكلام ده ماشا الله عليك ما فيش اي تغشي الكلام ده اه وفا أه وفا اي تغشي الكلام ده اخباتر اي تغشي الكلام اهو وفا شكراً لكم 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أعاف شاء الله أعاف شاء الله أعاف شاء الله أنا بشكرك جدا يا معلم إبراهيم متسلم إيدك كالعيدة مبدع بصراحة شغلة عشان ما طولش بقى عليكم الحلقة أكثر من كده هوني تقع الفيديو بتاعنا النهاردة شخنا مع بعض طريقة تنضيخ وخلي وإعدادها فيه سمتة الهمور أكبر سمتة همور كانت موجودة في سوى الأنصار النهاردة أتمنى إن شاء الله للفيديو النهاردة يكون عجبكم إن شاء الله أتمنى بدعموني باللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجراز عشان يوصلك كل ادينا